موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اليوم سوف أتكلم عن مشكلات عامة لن أتكلم عن أشياء خاصة لأن كثير من المشكلات حين تأتيني أراها تصب بالآخر في منحة واحد وفي مشكلة واحدة ممكن أن نقتصر التفصيلات وندعها لمرة أخرى وأتكلم عن الموضوع بشكل عام وبعد ذلك ممكن أأتي إلى المشكلات المتفردة المشكلة العامة التي سوف أتكلم عنها اليوم هي مشكلة النفسيات يعني يمكن أكثر ما يعاني منه الشعب السوري هو الشعور بالأحباط مثلا أو الشعور بالفشل مثلا أو الشعور بالإهمال من بقية الشعوب عدم الاهتمام عدم التقدير عدم المساعدة مثلا طول المدة يمكن أطالة المدة عليهم فكل هذا يسبب للإنسان التعب النفسي طبعا التعب النفسي هذا شيء عادي جدا ممكن أن يأتي لأي إنسان عادي وطبيعي ويزيد في الحروب وفي الكوارث فيصبح أكثر إيلاما وأكثر تأثيرا على تحصيل الإنسان وعلى خروجه من هذه الدوامي الأنسان له طبعا جسد وله روح ممكن الجسد يكون فيه أمراض معينة ممكن الإنسان يكون معاق مثلا عنده مشاكل صحية أمراض مزمنة آلام دائمة كلها يمكن أنه تؤثر عليه تحبطه تمنعه من العمل والإنجاز لكن نحن بنعرف كثير ناس عندهم هذه الأمراض ومع ذلك تجاوزوها واستطاعوا أن يفعلوا أشياء كثيرة مثلا مثل هيلين كيلر مشهورة في التاريخ بأنها كانت صماء وعمياء ورغم ذلك استطاعت أن تتفوق وأن تكتب وأن تكون شيئا لكن الآلام النفسية هذه محبطة أكثر بكثير لما تسيطر على الإنسان ويدخل في هذه الدوامي أنه هو فاشل هو لا يستطيع أن يفعل أي شيء هو وجوده ليست له أي قيمة كل هذا يؤثر كثيرا عليه فيتسبب له بالأحباط وللأسف هي دوامي متى ما دخلها الإنسان لا يخرج منها أبدا ولذلك كانوا يقولون لنا أنه النجاح يؤدي إلى النجاح وطبعا الفشل يؤدي إلى الفشل فهنا أنا أعترف بأنه التعب النفسي شاق جدا وعسير جدا على الإنسان يصعب عليه تجاوزه وقد يعني يبقى به أيام طويلة وكمان سأقول لكم أمر كتير سهل علي الكلام اليوم بشكل عام لما بدأت أقرأ طبعا أنا في كل مرة بيكون عندي معلومات عن الموضوع ولكن أحب أن يكون كلامي أعمق وأقرب فأحاول أن أقرأ ما تيسر لي رغم الضغط الشديد الواقع علي فلما قرأت يقولون أنه حتى الذين يكتبون هذه الكتب لتدعو الناس إلى التفاؤل تدعوهم إلى الإيجابية أنهم أنفسهم في بعض الأحيان يمرون بهذه الضائقة يعني يشعرون بالأحباط يشعرون بأن الدنيا قد ضاقت بهم وليس ببعيد عنه أن ديل كارنيجي نفسه الذي كتب لنا دع القلق وتمتع بالحياة وكتب لنا كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس هو نفسه قد مات منتحرا طب لما يموت منتحر ماذا يعني هذا يعني أن الدنيا قد ضاقت به لدرجة كبيرة جدا فلم يستطع تجاوز آلامه وأحزانه فتسبب له هذا الأمر بالانتحار طبعا الإنسان المؤمن لا يقدم على هذا ولكن أحيانا قد يصل إلى مشاعر تشابه هذه المشاعر طيب هؤلاء الناس الذين ألفوا هذه الكتب يقولون أن في بعض الأحيان هم أنفسهم يقرؤون هذه الكتب يرجعون إليها ويتذكرون ما الكلام الذي كتبوه للناس معناته الإيجابية والتفاؤل بالحياة يحتاج دائما إلى تذكير يحتاج أن الإنسان نفسه يراجع هذه الكلمات يراجع العوامل التي تؤدي إلى الإيجابية وتؤدي بالإنسان إلى التفاؤل والإقدام على ومكابدة هذه الحياة لكي يتغير وضعه ويتحسن نحو الأمام أحيانا هؤلاء الذين يقومون بمداوات الناس من الأطباء النفسيين أو مؤلفوا هذه الكتب يقومون أحيانا باللقاء بعضهم مع بعض يراجعون هذه المعلومات ويحاولون تطويرها لكي يتخلصوا من مشاعر البؤس واليأس فإذا ليس عجيبا أن تأتي هذه المشاعر إلى أي إنسان ليس غريبا أن تسيطر عليه فترة مدة من الزمن المهم أنه لا يسمح لها أن تكون له دائمة ويقع تحت تأثيرة فما ممكن يعني ماذا ننصح الناس أهم ما أنصح به الناس هو القوة القوة هلأ القوة أنواع في القوة النفسية يعني الإنسان الذي تأتيه المصائب وتأتيه الآلام يكون قويا تجاهها فلا ينحني أو مثلا يفقد الثقة بنفسه أو يشعر بالفشل مثلا لما يسمع الأنتقادات الكثيرة مثلا لما يتعرض للضغوط لأنه المصائب دائما تأتي معا وتتزاحم على الناس ثم كمان أيضا تذهب معا فلما تأتي هذه الأمور يتبين له قوة نفسيته من ضعفه في قوة الشخصية ما هي قوة الشخصية؟ قوة الشخصية هو ذلك الإنسان الذي لا يمشي مع عادات وتقاليد المجتمع هي ذلك الإنسان الذي يخط لنفسه خط في هذه الحياة يعني يرى مثلا الموضة يسمع آراء الناس يراهم يفعلون فعلا معينا في أتراحهم وأفراحهم فهو لا يكون مثلهم لأنه ليس إمع ولا يرضى بأن يفعل ما يفعل الناس وإنما دائما يتساءل هل ما يفعل الناس صواب فأكون معهم أم أنتهج لنفسي نهجا خاصة هذه قوة الشخصية كمان بقى في أنواع أخرى من القوة يلي هي مثلا قوة السلوك ممكن هي مثلا قوة الدفاع عن الحق مثلا هي يعني القوة أنواع فهي أهم هي قوة النفسية فإذا قوة النفسية مدمرة إذا سيطرت على الإنسان نخشى عليه من الوقوع بأى فريسة الهواجس أو الاكتئاب الذي قد يؤدي إلى أمراض نفسية خطيرة حقيقة ويصعب علاجة ولا نريد لأي شعب يعني مثل الشعب السوري يعاني من هذه المشكلات أن يقع فريسة لها لأنه ليس لدينا أطباء يقومون بمعالجة الناس ولا نريد للشعب السوري الذي تعودنا على صموده وعلى إبائه وعلى قوته على مدار التاريخ وقد أثبت هذا خلال مثلا وجود الفرنسيين خلال أمور كثيرة وأحداث مرت عليه أثبت أنه شعب قوي فنريد أن يبقى هكذا وأن يصمد من أجل ذلك كما كانوا يراجعون معا كما قلنا عن هؤلاء الذين ألفوا الكتب أنهم راجعوا والآن نراجع بعض الأمور التي تبث القوة والصمود لأي فرد أخص السوريين ولكن لأي فرد يعاني من أي مشكلة أو مصيبة قد لحقت به لا شك أن بعض الناس يولدون أقوياء وبعض الناس يولدون ضعفاء ضعفاء نفسية هذا نلمسه من ساعة الولادة نرى أنه في أطفال يتحملون الجوع والعطاش وقد يتحملون أحيانا الاضطهاد ممكن يكون ظروف الأسرة مثلا يعني فيها مشاكل أو ما شابه وبعض الناس تؤثر عليهم بعد ذلك ظروف الحياة يعني ليست الولادة هي فقط التي تحدد أنه والله هذا الإنسان قوي النفسية وقوي الاحتمال فيستطيع أن يتعرض لمصائب الحياة ويصمد وهذا الإنسان مثلا ضعيف ولا يستطيع التحمل الحياة غريبة جدا وبسبب الظروف القاهرة والمشكلات التي تأتي بها قد ينقلب قوي النفسية ضعيفا وقد ينقلب الضعيف قويا وأحيانا تأتي الأمور على عكس ما نتصور يعني حين نأتي للإنسان القوي فنعطيه ما يريده من المال والمتاع والظروف كلها الجيدة الجميلة نراه أصبح ضعيفا والإنسان الآخر الذي نظنه ضعيف وتتكالب عليه المصائب نراه قد أصبح العكس قويا وقادرا ولديه التحدي فإذن الحياة تقلب الأمور هكذا وهكذا فنحن كناس أصبحنا على درجة من الوعي وعلى درجة من الخبرة بعد هذه السنوات من المعاناة يجب أن نعرف كيف نتصرف يعني لا نسمح للحياة أن تذهب بهذا السوري بعد أن كان قويا وقادرا إلى الضعف والقبول بكل الظروف فيجب أن نتعاون معا على تقوية هذه النفسية طب ما هو أول أمر مفروض أن نهتم به لكي يكون هذا الإنسان قوي هو أن يفكر أن يقف مع نفسه يفكر من أنا شو يعني من أنا؟ يعني لما يفكر من أنا ما يقول من أنا الآن؟ لو فكر من أنا الآن أكيد سيصاب بالأحباط أنا الآن مجرد لاجئ خالج سوريا أو داخل سوريا ولكني في ظروف صعبة جدا أنا الآن مكبل لا أستطيع أن أدرس لا أستطيع أن أعمل الغلاء قد انتشر في البلد الاعتقالات الظروف الصعبة كلها أصبحت محيطة به فهذا التفكير أكيد سوف يحبط الإنسان ويجعله يقول خلاص ويلتفت إلى كما نسمع عن الكثيرين وللأسف يلتفتون إلى التسلية وإلى اللهو ويكررون العبارات التي كنا نسمعها من الناس التافهين اللي بيقولوا والله أن الحياة هي مرة واحدة كله عمر واحد فيحاول أن يستمتع ما شاء له الاستمتاع يعني قلبت به الحياة إلى الجهة الأخرى لكن الإنسان القيم الإنسان الواعي لا يفكر هكذا وإنما يقول ما أنا ما أنا ما هي طاقاتي ما هي قدراتي طب إذا أنا الآن ظروفي هكذا كيف يجب أن تكون في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد يعني أهم شيء أن الإنسان لا يكون سخيف أو تافه فيبحث عن اللهو وعن التسلية ويقول هي حياة واحدة وإنما يقول لا إذا كان الآن وضعي هكذا فبعد سنوات لن أرضى أنا أن يكون هكذا فيجب أن أصنع أي شيء وأقدم أي شيء لنفسي وللآخرين ومن هنا يستطيع الخروج من المحنة التي قد أوجد بها غصبا عنهم هلأ أنا يمكن قلت قبل الآن هذا المثال لأني أشعر به كثيرا هلأ أولادنا لما يلتفتون إلى التسلية ماذا يفعلون يجلسون على هذه الألعاب على الكمبيوتر على النت على الجوالات الصغيرة بلأيهم دائما يلعبون لو انتبهنا إلى أي لعبة على ماذا تعتمد اللعبة دائما تعتمد على التحدي ما في لعبة من الألعاب إلا فيها مشكلة أو فيها معضلة أو فيها أعداء أو فيها محاولة لتجاوز منطقة فكلها إذن فيها تحدي فيها صعوبات نحن دائما نسر بها الصعوبات الموجودة في عالم الخيال لكن لما تأتينا إلى أرض الواقع نشعر بالأحباط تأتي الأم أحيانا لما تقنعني أنا بعض طالباتي في الجامعة يقولون لي أن هذه الألعاب يا أستاذة تنمي الذكاء عند الطفل تنمي عنده روح التحدي تنمي عنده السرعة فالأم تكون موافقة عليها وتأتيني بالدراسات الإيجابية لهذه الألعاب فتريد لابنها أن يمارسها لكن تريد أن يمارسها في عالم الخيال لما نأتي إلى عالم الواقع اللي هو نحن الآن نعيش به بكل قوتنا وكل طاقتنا نجد أنه لم يعد هذا الكلام موجودا وإنما تريد بقى لابنه أن يلهو ويتسلب فقط في عالم الخيال ولكنه لا يمارس ذلك على أرض الواقع يعني إذا ما نقلنا مدام هو تسلى وتعلم بهذه الألعاب لماذا تعلم؟ مدامة هذه الأم تأتيني بالحجة فإذن هو تعلم لكي يعيش الحياة طبعا أكيد لن يقضي عمره لما يصير شاب عمره 30 سنة أو 40 سنة وعنده أولاد ومسؤول عن بيت وله وظيفة مضطر أن يداون فيها 8 ساعات فأكيد سيستفيد من الخبرة والتجربة التي أخذها من صغره من هذه الألعاب فإذن من أهم الواجبات أن يبدأ بالاستفادة منها فلماذا لا نتحدى هذه الحياة؟ يجب أن يتحداها وبكامل طاقته ويبدأ بقوة الإرادة قوة الإرادة هي التي تعين الإنسان على تجاوز هذه الصعاب التي يوضع بها فمن هنا ننطلق لكي يصنع لنفسه شيئا هلأ التحديات نجابهها بنوعين في عنا نوع خارجي ونوع داخلي هلأ النوع الداخلي اللي هو قدرة الإنسان قوة الإنسان قدرات الإنسان؟ أنا أؤمن بهذه الطريقة أنه نأتي بورقة ونكتب بها بأما هي الإيجابيات الموجودة فيني أنا يعني لنفرض أنه قاموا بإحباطي بمحاولة مثلا إشعارنا نحن السوري نحن الحرب النفسية علينا أصبحت قوية جدا جدا أنه نحن شعب لا يتفق تفق على أن لا يتفق أنه شعب كل واحد فيه يظن نفسه قائد ورئيس من أجل ذلك صعبة أكثر وأكثر أن نجتمع للأسف بعض السوريين أعطوا فكرة سيئة عن هذا الشعب الأبي الصامد فصارت صورتنا ببعض الأماكن أنه نبحث عن التسلية أنه نحن شعب مزعج أنه نحن شعب مثلا ليس على درجة التي كانوا يتوقعونها من الدين والتقاوة كل هذه الأشياء ليست في صالحنا فإذا يجب أن نحاول إصلاحة فلا نقبل بها نبدأ مناء الداخل في أمور من الداخل هي أن أكتب أنا على ورقة هل صحيح ما يقولونه عن الشعب السوري؟ هل صحيح ما يقولونه عن هذا الشخص تحديدا أنه مثلا صبي بنت تشعر بالفشل أنه خسرت دراستها انتقلت إلى بلد غريب تشعر بالغربة تشعر بصعوبة بالتأقلم فإذا تكتب فعلا على ورقة ممكن يكون أم أو أبوها أو أم تتسبب لها بالأحباط مثلا بسبب الظروف فإذا تكتب على ورقة أنا ما هي فعلا الانتقادات الموجودة علي وما هي الإيجابيات الموجودة في شخصيتي فتحاول أن تداري هذه السلبيات وتبدأ بالإيجابيات لكي تنطلق وتتخلص من هذا الشعور بأنه أنا نفسيتي ليست جيدة وأنا أشعر بالإحباط وبمناسبة هذا الموضوع التقيت من قريب صدفة بسيدة حلبية لم ألتقيها في حياتي هذه السيدة تعيش من قديم في بلد عربي والآن مع السورة أرادت أن تدخل إلى الداخل إلى بلدها وأهلها تقول هي ليستها مع السورة بل تكاد تكون ضد وليس لأنها مع النظام ولكن بسبب التداعيات التي حصلت فيما بعد وتكالب العالم على هذه السورة فتقول أنه لما دخلت إلى حلب توقعت أن ترى الإحباط والشعور بالفشل وترى أشياء كثيرة تقول أنه لما دخلت إلى سوريا ذهلت لما وجدت من قوة هذا الشعب وتصميمه على المضيف هذه السورة هي تقول أنه لسه يمكن ما زال أمامنا يمكن الله أعلم سنتين ثلاث لا نعلم كم بقي على هذه السورة لكي تنتهي ولكنها تقول أنه هي متأكدة ومطمئنة أن الشعب السوري سوف يستطيع إعمار سورية كلها خلال سنتين أو ثلاث ما دام بهذه القوة وما دام بهذا التصميم وهذا العزم وهذا الالتفاف على المشكلات تقول لا يوجد كهرباء يدبرون أنفسهم بطرق غريبة وعجيبة تقول لا يوجد ما يدبرون أنفسهم من الماء المطر ماء الثلج بأي طريقة أن هذا الشعب بهذه العزيمة بهذه الأفكار الإبداعية بهذا الذكاء لا يمكن أن يهزم أبدا فصدق قلماته أنا أعطتني دفع وأنا من الأصل أشعر بالتفاؤل وأشعر أنه إن شاء الله لن يدوم على حال إلا مغير الأحوال وأنه رغم الأحباط ورغم إن شاء الله سوف نتجاوز كل هذا ولكن مع ذلك كلماتها وهي تقولها كانت كانت إمرأة قوية الشخصية يعني كنا في مجلس كبير والله لما قالتها كل الناس تعرفوا النساء يقولون عنهن أنه كل اتنين بيحكوا مع بعض ويتركنا الباقيات لما كانت تقول هذه الكلمات كان الكل يصغي إليها وبمنتهى الاهتمام وبالآخر لما أتت بالحجج وأتت بالأمثلة كلنا سكتنا وقلنا أنه كلامها سليم مئة بالمئة وفعلا هذا الشعب لن يهزم والحقيقة لما نرى تكالب الشعوب عليه نعلم أنه شعب متميز يعني انظروا إلى السورة المصرية بالآخر وصل الإخوان وبقوا مدة فمما طمأن الشعب المصري مثلا في ليبيا أيضا مرت فترة قبل أن يأتي حفتر كانت الأمور جيدة في تونس قبل الانتخابات كانت إلا الشعب السوري لم يهنأ يوما بهذه الثورة ولم يقطف ثمرتها مما يدل على أن هذا الشعب مستهدف لأنه شعب متميز وليس كبقية الشعوب فهم يخافون منا ونحن نشعر بالأحباط لا يجب أن نعلم أن كل هذه المؤامرة ضدنا تعني أننا نحن لسنا كأي شعب مع احترامي لجميع الشعوب وأحترامي لنضالها ولكن يجب أن نأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وأن يعطينا التفاؤل والأمل لأن لم يبقى إلا قليب للحلقة فدعوني أقرأ من الورقة لكي لا أذهب هنا وهناك فإذن لدينا ثلاث أفكار مهمة أنه كلما ارتبط الإنسان بقضية مهمة وعظيمة يكتسب قوة وعزيمة لكي يمضي في الأمر وأنه دائما الناس يحتنمون الإنسان القوي الصادق العادل ونحن الحمد لله نحن شعب عنا صدق وعنا عدل فيجب أن نكسب وهي سوف أخصص لها حلقة ولكن هنا أتت كفكرة مهمة أنه يجب أن يشعر الناس بأنه نحن شعب صادق وشعب له قضية ونمضي فيها فلكي يتآذر معنا ويحترمنا يعني لا نريد أنه نعطي فكرة سيئة عن الشعب السوري فهذا يفقدنا مصداقيتنا أمام الآخرين فلا يتعاطفون معنا والفكرة الثالثة تقول الدراسات في علم النفس الحديثة أنه الإنسان الذي ينجح بالحياة ليس الإنسان الذكي وليس الإنسان الذي يدرس كثيرا ويحمل الشهادات وإنما الذي ينجح هو الإنسان صاحب العزيمة وصاحب الإرادة وهي كثير نجدها في حياتنا العامة طيب ماذا نفعل؟ إذن أول شيء نثق بأنفسنا لا نحبط لأنهن يحاولون أحباطنا فإذا أردنا أن نحبط خططهم أول شيء نبقى على هذه الثقة ونتصرف بقوة هي بقولها بعلم النفس أنه من باب الإيحاء لما الإنسان يشعر بالضعف أو بالجبن يتصرف بقوة فمع الأيام تصبح القوة والشجاعة سجية موجودة به وأيضا نبتهج رغم الظروف التي نمر بها مو معناته أنه نضحك ونمرح ونتسلى ولكن كل إنسان هذه نصيحة فردية وليست نصيحة لجميع الشعب لما تشعر بالأحباط بسبب الموقع الذي أنت فيه أو أكد نصيحة فردية وليست جماعية حاول أن تبهج نفسك بأي طريقة يعني افعل أي عمل يشعرك بالتفاؤل والإقبال على الحياة يعني أجب لكم مثال صغير مثلا من قديم أنا كان لي صديقة كان زوجة كتير يتسبب لها بالأذى والألم فكانت تقول لي طبعا أنا كنت أضحك منها لكن الآن تبينت أهمية كلامها كانت تقول لي أنا لما يذهب إلى عمله أحاول أن أنسى ما يفعله بي وأحاول أن أتفائل تقول أذهب إلى المطبخ فأصنع شطيرة مثلا أو أي نوع من أنواع القاتو أو هاي لكي أدخل البهجة على أبنائي تقول بعد ذلك أذهب فألبس أجمل ثيابي وأقف أمام المرآة فأضع بعض المكياج والكحل وأتعطر ثم أجلس أنا طبعا كنت أستهين بهذه الأمور البسيطة ولكن وجدت أنه فعلا تدخل البهجة تقول أتصل بإحدى صديقاتي المقربات أقول لها تفضلي لعندي ممكن أنه تحضري معك أولادك نقوم ببعض النشاطات بعض المسابقات فحين يأتي زوجة تكون قد تخلصت من الآثار السلبية التي تسبب لها بها فتبدأ معه صفحة جديدة نفس الشيء أنا أنصح أي فرد يعاني أن يبحث عن هذه الأمور الإيجابية ويحاول أن يتمثلها بعدين طبعا الكفاح الكفاح ضرورة جدا في هذه الحياة لما الإنسان يحصل على أي إنجاز يحاول أن يعني هو يفرح به بعض الناس يحبطون أنفسهم يعني لما يأتي بالإنجاز يقول أنه هذا الإنجاز ليس شيئا أنا مثلا أريد أكثر من ذلك فكل هذا يتسبب له بالأحباط لأنه طبعا تراكم النجاح يشعر الإنسان بالنشوة لما الناس يشكروا ويمتدحوا يرفعون معنوياته أكثر وأكثر كل هذا يتسبب له بأن ينجح أكثر ويتقدم أكثر كمان أنصح كل إنسان أن يختلي بنفسه يعني يبتعد عن كل الضغوط كل المشاكل يسترخي طبعا الاسترخاء أصبح دواء كتير معروف أثناء الاسترخاء يحاول أن يراجع حساباته لكي يتقدم إلى الأمام وما سبق وكتبه على ورقة يحاول أن يفكر كيف أتخلص من هذه السلبيات وكيف أعزز هذه الإيجابيات فتقريبا هذه هي الأفكار الأساسية ويمكن من أهم الأفكار أنه الإنسان يشغل وقته كمان قبل أيام التقيت بأم تقول أنه هي موجودة في مكان كتير في مفاسد ومشكلات تمسى وتمسى الأولاد تقول وجدت أنه أفضل طريقة لكي تنشغل هي وأولاده عن هذه المفاسد وهذه الترهات بأن تشغل وقته بأمور مهمة فتقول أنه كلما أنهى الأولاد انتهوا من قضية تشغلهم بقضية أخرى فمن الرسم إلى الكتابة إلى حل الواجبات إلى الأعمال المنزلية إلى المشاركة مثلا في جلسة سمر وهكذا انشغل الأولاد عن كل هذه الأمور فبقيت هي المسيطرة والموجهة واستطاعت أن تحافظ على الأمن في بيتها وأن تحمي أولادها من الأشياء السلبية وصلنا إلى نهاية الحلقة إذا في أي تعليق أنتظروا على صفحتي على الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة